حذرت وزارة الصحة في إقليم كردستان من تفشي سريع أكثر خطورة لفيروس كورونا بعد ظهور أسولة جديدة في دول المنطقة والعالم قالت الوزارة في بيان الآن وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها في جميع الأماكن وفي القطعين العام والخاص وعودة التجمعات في المولات والمقاهي والمطاعم والأماكن السياحية ودور العبادة وأماكن أخرى كثيرة للأسف لا يتم تطبيق الإجراءات الصحية في معظم تلك الأماكن خاصة استخدم الكمامة والتباعد الوزارة حذرت من إمكانية عودة تفشي الفيروس بشكل أكثر وأشد خطورة خاصة بعد انتشار السلالة الجديدة لكورونا التي تعاني منها أكثر دول العالم مطالبة سكان الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الوقائية لتخطي الوضع الحالي بأقل الأضرار وبتعاون مع الجميع